رجال وتاني بعد الفاصل وواكها لواكها مع المارشل هشام رشاد في حوار مهم جداً حوار فني حوار فيه رؤى مختلفة ولكن في المجمل رؤى كلها فيه نقدر نقول في الطريق الصح اللي دايما بنسام تعبيه وبقراءه وتحليلاته هشام أهلا بيكم نور حبيب يا تاريخ وحشني حبيب أمسوط أن أنا معاك ودايما الحلقة الحمد لله بتبقى زي الفل الحمد لله الحمد لله أبدأ الأول بمين بقى؟ ببيب جورديولا أجبك أنت الحاجات دي لازم بصراحة الحاجات دي حلوة جداً ومفرحة وبقيت مبسوطة أني بتجدنا نهتم وبنخطط للأمور دي لأن بلا شك هي خطة موضوع يعني هي من الصدفة لأن لا يباين هو بتاع الترشيط السياحة واستقبله في المطار واستقبله في المطار كل خطوة محسوبة وطلع بتاع لكن باين أنه هو مبسوط بسم الله عبد الله بره طبع وزارة السياحة هي الترشيط السياحة عندنا مكاتب كتير في بلدان مختلفة لا معقد الميزة أن زمان كان بيجي يعني زمان مثلاً في أوائل الألفنات مثلاً في ناس كتيرة ما تعرفش أن ستوش كوف شفيتشينكو آسف كان بيجي كتير جداً روي كوستا بتاع الفورتغال كان بيجي كتير جداً وإحنا مش واخدين بقى لنا مرة روني اللي حصل الميزة أن الميديا لا هات الصورة بقى لعند الأهرامات اللي حصل زي ما بقولك أن الميديا حصل فيها تحسن أن بقى بيبرزوا الأمور دي لكن فين جوم كتيرة جداً جات صورة دي صورة دي شغل شغل محترم بملايين ها بتتكلم فحصة مدارك العالم ومرضود عشان متابع أنا عارف أنك متابع ومطلع دايماً على الحاجات العالمية دي المرضود للصورة دي ابن سبالك أو لو بتقول عنوان للصورة دي تقوليه بص الأجانب الأجانب مش بيشوفوا أن الأمور دي ممكن تبقى متخطط لها بشكل سليم هما بيشوفوا الجوارديولا في مصر منظر زي ده مصر أمان مصر جميلة مصر المشاهد دي أنت بتوفر ملايين بتبقى عايز تتفحها كده عاية خارج البلاد عشان تقولي أن أنا بالمنظر ده فأنا مبسوط جداً بالصورة طبعاً حانتنا نتعدي على اختصاصات عبدون آه لا خلي بالك أسر الوقت أنت بتتكلم في الجوارديولا أحسن مدارك بلسه ياخد شامبينزيج هو أصلاً شخص خلي بالك الجنسين الولاد والبنات بيحبوه فاهم قصدي؟ فدايماً متابعين آه أخباره دايماً متابعين صوره دايماً آه شبقى صورة برضو أبو الهول دي؟ حاجة برضو صورة من الصور طبعاً حاجة يعني عظمة العظم طبعاً لا وبص السعادة الوشوش الوشوش دي تبين أن أنا مش جاي باكل عيش لا الوشوش بص الدحكة والناس مبسوطة الناس فعلاً بتشوف حاجة جميلة لكن إحنا عايزين أو مش عايزين بلدنا أجمل بلد في الدنيا أكيد أجمل بلد في الدنيا كلنا بنشوف اللي بيحصل في أمريكا وفرنسا والأمور دي كلها فنحمد ربنا على نعمة مصر والكلام ده مش بتقولك كلام تلفزيون لأ بلدنا بلد جميلة وفيها حاجة مهما تسافر ومهما تروح فيها حتة غير أي بلد في الدنيا فإحنا مبسوطين ونتمنى أن على طول الأمور دي تبقى بالمنظر ده استكمالاً للرحلة في من القصر ومن القصر عسوان نايل كروس وبعد كده معبد أبو سمبل أنا بقى أعمل لك مفاجئة إلا أنا عرفته بعد معبد أبو سمبل أنه هيجي الريمونتادة مع العالمين معميد ويرجع معميد ومعبع لا لا صورة جميلة صورة جميلة وهو دلوقتي معمول عليه سبوت بعد الشامبينزين والإنجاز اللي عمله لا صورة مفرحة